أضواء ساطعة بألوان ساحرة تتراقص في السماء كضرب من قصص الخيال إنها ظاهرة الشفق القطبي أو أورورا مع حلول الظلامي شهدت الأضواء في المنطقة الشمالية الشرقية من فنلندا وتحديدا في سماء مدينة روفانيمي بالدائرة القطبية على شكل قوس عريض تتغير ألوانه من الأخضر إلى الأبيض إلى اللون الأرجواني تأتي هذه الظاهرة نتيجة استدام الجسيمات المشحونة كهربائية والصادرة من الشمس مع العناصر الموجودة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية امتداد الشفق عادة ما يغطي مساحة شاسعة من السماء تصل لعدة آلاف من الكيلومترات بينما عرضه يكون مئات الأمتال فقط وعادة ما يظهر إما باللون الأخضر أو الأحمر أو الأصفر أو الأزرق وعند ظهوره تبدأ عدة ثنايا ضوئية بالظهور ثم تتطابق وتتجمع مع بعضها البعض لينتج عنها مزيج من ألوان مختلفة مكونة ما يعرف بالحزم الضوئية وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية ليلا في المناطق الواقعة بالقطب الشمالي من الكرة الأرضية كالسويدي والنروج وفنلندا وتبدأ في شهر تشرين الأول وتنتهي في شهر نيسان من كل عام ترجمة نانسي قنقر